تواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطع غزة لليوم الثاني وستين بعد المائتين على التوالي تزامنا مع قصف واسع على القطاع لا سيما في مدينتي غزة شمالا ورفح الفلسطينية جنوبا هذا واستهدفت قوات الاحتلال عدد من الفلسطينيين غرب النصيرات بينما استهدفت المدفعية شمالا مخيم لبريج وحجر الديك وسط القطاع كذلك قصفت قوات الاحتلال منطقة ميراج شمالي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع بينما وصلت المدفعية القصفة المكتفة على حي البرازيل ومخيم الشابورة وحي تل السلطان في المدينة وشهد شمال القطاع استهدافا واسعا حيث استهدفت المدفعية المناطق الشرقية من شمال القطاع وأطلقت قوات الاحتلال نيرانها تجاه منطقة الشيح عدددين غربي مدينة غزة فضلا عن شني سلسلة غارات متتالية غربي مدينة غزة بشمالي القطاع